الجهاز الهيكلي في سمكة البلطي يتكون الجهاز الهيكلي من جزئين رئيسيين، وهما الهيكل الخارجي والهيكل الداخلي. أولاً، الجلد والجهاز الهيكلي، Skin and Exoskeleton. يتكون الجلد عادة من طبقة رقيقة من البشرة Epidermis، تليها طبقة أسمك من الأدمة Dermis. حيث تتكون البشرة من طبقة من الخلايا الطلائية الحرشفية المصففة، وتحتوي على عدد من الغدد المخاطية وحيدة الخلية. أما الأدمة، فتتكون من طبقة من نسيج ضام تحتوي في داخلها على القشور الدائرية في داخل جيوب. كما تحتوي الأدمة على الأوعية الدموية والأعصاب. ثانياً، الهيكل الداخلي، Endoskeleton. ويتكون من العمود الفقري والجمجمة، العمود الفقري، وهو عبارة عن فقرات جذعية وأخرى ذيلية، حيث توجد الفقرات الجذعية من الرأس وصولاً إلى الطرف الخلفي من العمود الفقري، والذي يكون غير معقل، ويسمى باسم العصعص. وينحن العصعص للناحية الظهرية في الزعنفة الذيلية، ولذلك فالزعنفة الذيلية غير متماثلة من الداخل، بالرغم من أنها تبدو متماثلة من الخارج. أما عن الفقرات، فهي من النوع المقاعر من الناحيتين، وعند النظر إلى تركيب الفقرة الجذعية، ناجدها تتكون من مركز الفقرة، والتي تحتوي في منتصفها على بقايا الحبل الظهري، ومتصلة بقوس عصبي، يحمل شوكة عصبية ظهرية طويلة، بالإضافة إلى النتوء العصبي، والمستخدم لعملية التمفصل بين الفقرات. وعلى الناحية البطنية للفقرة الجذعية، فيوجد زوج من النتوءات المستعرضة، بالإضافة إلى زوج من الضروع البلورية. وبالنسبة للفقرة الذيلية، فهي نفس تركيب الفقرة الجذعية من الناحية الظهرية. أما من الناحية البطنية، فتتميز باستمرار النتوء المستعرض، ليكون قوسا دمويا، والذي يحمل الشريان الذيلي والوريد الذيلي، كما يحمل الشوكة الدموية والنتوءات الدموية.